السلام عليكم عاملين ايه? طيب هو بصراحة يعني ما كانش ينفع ما عاملش فيديو تاني الاعلان تاني لان ردت فعلكم على الفيديو الاول يعني الصراحة كانت رائع وكانت يعني عجبتني جدا الصراحة وانا كنت متحمس لفيديو زي كده فبالتأكيد عملنا فيديو تاني علشان عجبكم الفيديو الاولاني وعلشان برضو انا حابب فكرة الفيديوهات دي. انبسطت اول بردت فعلكم بالرغم ان كان فيه نقد كتير ولكن انا اللي قلت عايز نقد فيعني انبسطت بالنقد وانبسطت بالناس اللي عجبها فكرة الفيديو وانبسطت برضو بالناس اللي قالت حلو وفكرة حلوة بس طور من نفسك واحنا النهار ده جايين بالفعل نطور. طيب النهار ده انا جاي اصور اعلان تاني. ولكن اللي يفرق عن المرة الاولى ومرة تانية ان انا مرة دي جاي مذاكر قوي. يعني جاي فاهم يعني جاي مذاكر تصرور اعلانات وجاي مذاكر اضاءة. فعلى عكس المرة اللي فاتت ما كنتش مذاكر اي حاجة خالص فتحت الكاميرا وقلت اصور المرة دي لا انا جاي مذاكر كل حاجة وفاهم انا هعمل ايه بالزبط ففي الفيديو ده انا جاي هعمل اعلان لجوهاينة طبعا يعني كالعادة هم هم مدفعوليش فلوس اتمنى ذلك يعني والله لو حد بيتكلمني اتمنى ان هو يتواصل معي الايميل بتاع تحت ولكن محدش فيهم دفع لي فلوس فالاعلان ده مني انا والفكرة بتاعتي انا وكل المستلزمات اللي انا اشترتها دي من جيبي انا يعني محدش فيهم دفع لي طيب كالعادة خلينا نتعرف على اهم ثلاث حاجات يعني انتو محتاجين تعرفوهم عن الاعلان ده وهم اسم المنتج والفكرة والكونسبت بتاع الفيديو المنتج وهو جوهاينة زبدو وده بالفراولة واللبن مع بعض ده المنتج اما الفكرة هي عمل اعلان للمنتج نفسه والترويج للطعم طيب ازاي هنعمل ترويج للطعم بتاع المنتج نفسه عن طريق الكونسبت هو اظهر ان المنتج ده قد ايه هو طعمه حلو ولزيز وايه حد يشربه يستمتع به وزي انت تقدر ما تمسكش نفسك قدامه يعني طول ما هو قدامك كده تروح له على طول وتشربه فده كده الكونسب ايه بقى اللي احنا هنحتاجه فيه الاعلان بتاع النهارده والحاجات اللي انا اشترتها وارا وقلم وكتبه ورايا ست الكل اول حاجة والحاجة الاساسية وهي المنتج زاد نفسه بستة جنيه الجوهاينة وجبت اربع او خمس فراولايات يعني انا ما اشترتهمش ولكن كان فيه في البيت فانا دكنت على جنب اربع او خمس فراولايات بالزبط مش كتير واشتريت خلفية كانسون حمرة طبعا كم ممكن نصور على الخلفية السودة دي ولكن ما كانتش هتبرز المنتج نفسه او ما كانتش هتوضح للفكرة فقط اشتريت خلفية حمرة المفروض كنت اشتري خلفيتين حمره ولكن يعني ما كانش معي فلوس فقع يعني جبت واحدة بس كفاية واستعنت بمفرش لونه احمر بحيس ان هو يبقى الارضية بتاع المنتج وده بديل لقطعة الكنسون التانية وده اللي انا ما جبتهاش وبالتأكيد هنحتاج الاضاءة وفي الفيديو ده مش هنحتاج اضاءة كتير لحسن الحظ يعني انا ما عندش اضاءة كتير فيعني مش هنحتاج اضاءة كتير في الفيديو ده فيعني دي حاجة كويسة واخر حاجة هنحتاجها وهي بخاخة مليانة مية وعندنا من الفيديو اللي فات لوح الازاز لسه موجود فيعني ده اللي احنا هنحتاجه بس طيب مش هتاخر عليكم خلينا نروح نجيب الحاجة ونيجي على طول بس كده جبنا اهم حاجة يعني جبنا المنتج ذات نفسه وجبنا الفراولة خمس قطع بالزبط وجبنا البخاخة بس فاضل بقى ان احنا هنرتب بتاعنا ونبدأ تصور على طول طيب الحمد لله خلصنا تصبيت والكل حاجة وبالفعل بدأنا نتست وصورنا مشهد يعني واحنا نتست كده جيه معنا مشهد فاق صورنا فدي كده النتيجة الاولى اللي طلعت معنا ده اول مشهد يعني طيب حاليا انا خلصت تصوير تاني شوت يعني صورنا شوت وده تاني شوت فاضل بقى الشوت التالت وده فيه تحدي يعني انا مرضيتش اشارك معكم اه التحدي في وهو ان فيه شوت مفروض هياخده الشوت ده صعب يعني هو مش مش سهل ان انت تاخد حاجة زي انت محتاجك يعني الشوت محتاج يتاخد على الصريع كده فيعني خلاني نشوف فاني وصل لي فانت عملنا طيب دي كده السيتاب اللي قدامنا حالين المنتج وحطينه على لوح عزاز والخلفية الحمرة وده كده الكاميرا جاي بقى مش شكل لها كده دي الكاميرا وده المشهد يعني في العموم الحمد لله المرة دي ايه هو في ايه? ايو كاة تما. الحمد لله المرة دي خدنا كمية شطات يعني كتير ففي المونتاج لو جزينا اقتف حاجة كده يعني في شطات تانية. المرة الفاتت تعبت بسبب كده كان في بعض شطات كنت عايزة استبدلها ولكن يعني اتعلمت من الغلاط بتاعي زي ما يقولون. فالحمد الله بس كده خلصنا تصوير الحمد لله خلصنا منتاج الاعلان بس يعني احنا كده خلصنا منتاج خلالها بقى نروح احسن الستوب اللي احنا بدأنا بالفيديو ونتكلم شوية عن المنتاج واللي حصل ما وراء المنتاج يعني زي اتعملت مع الالوان وكده يعني يلا بنا الحمد الله خلصنا منتاج للاعلان ودي كده النتيجة اللي طلعت معنا طبعا النتيجة دي كانت افضل من الاعلان اللي فات وده يعني طبيعي جدا لان انا كنت مذاكر قبل ما اصور الاعلان ده كنت مذاكر اضاءة كنت مذاكر يعني كزا حاجة خاصة بتصوير الاعلانات فطبيعي جدا النتيجة دي تكون احسن من النتيجة اللي فاتت وانا كنتم متوقع كده خليني برضو اشارت معكم الصعوبات اللي واجهتها في التصوير والمنتاج في التصوير كان في بعض المشاهد اللي صورتها اللي كنت محتاج فيها معدات اكتر يعني ممكن انتم لاحظتوا كافي الاعلان ولكن انا في بعض المشاهد كنت محتاج فيها معدات تساعدني اكتر زي واحاجات زي كده فانا كنت بمشي الدنيا باللي معايا وده ترتب عليه ان الاوضة بتاعتي بقت فوضى. يعني لو شفته على الانستجرام كنت منازل ستوري القوضة كانت فوضى كلها. وده برضو ادى الحاجة ادى يعني حصلت مشكلة كده في الكهرباء قطعت في البيت. فيعني برضو دي كانت مشكلة في الكهرباء بسبب الفوضى اللي انا كنت عاملها. فيعني نقص المعدات كان حاجة يعني عطلتني كتير عن تصرور مشاهد كنات هتطلع احسن من كده. ويمكن انتم لاحظتم كده في بعض المشاهد من الاعلان زي ما شفته. فعلى كل حل الحمد لله يعني قدرنا نمشي شوية شطات او قدرنا ناخد شوية شطات كويسة بالمعدات اللي معنا رغم انها ما كانتش افضل حاجة ولكن يعني الحمد لله ان احنا قدرنا ناخد الشطات دي لان انا كنت محضرها في ولو ما كانتش اتعملت فديه كانت تبقى مشكلة كبيرة لان انا ماشي على كده ماشي عليه. في يوم من ده يخلف او في حلقة منه تفصل. كده موضوع بعيد تعديله من الاول. فالحمد لله احنا اخدنا بعض الشطات دي بشكل كويس يعني بالرغم من معدات كده ولكن الحمد لله احنا اخدناها يعني. بالنسبة لمرحلة التلوين منتاج فانا قررت اني اخلي الوان الشطات اللي انا اوختها اللي هي باللون الاحمر اخلي الاحمر بتاعها زيادة عن اللازم او اخليها كده بحيث ان هي تبقى بتوجه عين الشخص اكتر للمنتج ذات نفس المنتج اللي هو الفراوضة واللبن الاحمر والابيض فده كان بين او في شكل المنتج فانا حبيت ان انا اعلي بتاع اللون الاحمر. بحيث ان الشخص اللي يشوف الاعلان اللون الاحمر ياخد عينه قوي. يعني يمكن هو يكون شايف ان هو ولكن لا هو هياخد عينه. كمان في المنتج اكتر حبيت اعتمد على والن هي بقى فيها سبيد رامبنج اللي هو السلو موشن اللي يمشي شوية ويجي سريع مرة واحدة حبيت اعتمد على كده. كمان استخدمت او بحيث ان هي تبقى عاملة كده لونه اصبر على الحواب بتاع المنتج اثناء ما احنا بنصور الحاجات دي عملتها في المنتج ولكن يعني انا كنت مخطط لها من قبل كده فيعني ده خلاني اصور بطرقة معينة ان هي هتتماشى مع يعني فحاجة حلوة ان انت تبقى مخطط للمنتج من وقت تصوير الاعلان ان ان انت هتصورها ومن وقت تصور اي حاجة انت هتصور تبقى مخطط للمنتج بحس ان انت تبقى عارف انت هتاخد الشوت بتاعك من انه ناحية بالزبط. فكان هدف اللايت ليجز والسلو موشن والسبيد رامبنج والحاجات دي كلها ان هي تخلي الشوتات اللاي inkbt order او الشوتات عموما ان هي تبقى dynamic اكتر او تبقى متحرك اكتر لان اللايش هو سلو موشن حاجة بطيقة ولكن لما انت تيجي تضيف عليها light leakه وتضيف عليها كمان سبيد رامبنج اللي هو لا الحاجة تبقى ماشية بطيقة او فicity سرع قوي او ان هي تمشي بطيقة وواقدي كده تبطأ اكتر فدي حاجات بتخلي الشوتات بالرغم ان هي دا ينامك حتى لو هي وحديها لما تضيف عليها الحاجات دي بتخليها يعني حية اكتر متحركة اكتر وبتشد عين الشخص اكتر من العادي فدي نقطة كويسة جدا ان انا عملتها يعني وحسنت اكتر في المنتج انهاء اللي طلع معايا فيعني اه يعني عملية المنتاج بالنسبة لي كانت ممتعة جدا استمتعتي فيها كل حاجة انا بعملها في التلوين وفي الحاجات اللي زي كده وان انا خلي سلو موشن سلو موشن اكتر يعني خلي فيديو سلو موشن متصور على مية وعشرين فريم في السنة ابطوى اكتر اخليه خمسين في المية مسلا او عشرة في المية بحيث انه يبقى سلو موشن اوي فالحاجات دي الصراحة يعني حبيبتني في المنتج اكتر وخلتني يعني مستمتع وانا بعمل الحاجة دي ولما خلصت المنتج كنت حابب ان انا كامل المنتج اكتر يعني دي اول مرة تحصل معي الصباح برضو يعني ما كانتش كل حاجة ورد زي ما انت متوقعين مرحلة التصوير كانت مرحلة بالنسبة لي فها نقص معدات بشكل يعني مش كبير ولكن بشكل كان هيفرق لو كانت موجودة والحمد لله يعني على كل حال والحمد لله على النتيجة اللي احنا وصلنا لها يعني انا كنت احسس ان هي تبقى اقل من كده يعني مش عارف ولكن هي يعني طلعت كويسة بس كده دي كانت كل حاجة للفيديو بتاع النهاردة يعني قول لرأيك في الكومنتات هل الاعلان عجبك هل الفيديو ده نفسه عجبك وعجبك الرحلة اللي احنا ماشيناها مع بعض دي وبس كده يعني ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي كالعادة ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو انت لسه ما عملتش لايك وما تنساش تشترك في القناة لان ده بيساعدني لو عاوز بقى تشوف مني كونتنت الفجرة الجاية فانزل اشترك في القناة وفعل الجرس علشان تشوفني بقى بعد كده وتشوف اللي بوش ده معك بعدين يعني. فدي كانت كل حاجة في فيديو النهاردة. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.